جمهور المغرب من حقك تزعل وفي نفس الوقت أنا بقولك ما تزعلش بعد نهاية مباراة السنغال ضد المغرب بفوز السنغال أربع مقابل لاشيء على المنتخب المغربي الأولمبي تحت 23 سنة بقيادة الحسين عموتة هتقولي إزاي أزعل وفي نفس الوقت ما زعلش أقولك في خلال هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد بعد نهاية مباراة المنتخب الأولمبي المغربي ضد المنتخب الأولمبي السنغالي وفوز كبير وعريض للمنتخب السنغالي أربعة مقابل لاشيء لكن ياريت تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابع معنا كل الأخبار الجديدة منتخب المغرب بقيادة الحسين عموتة المنتخب المغربي الأولمبي بيستعد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبيات باريس 2024 ويستعد الاستحقاقات القادمة للمنتخبات الأولمبية والمنتخبات تحت 23 سنة كان موجود مدرب تم إقالته وتم تعيين الحسين عموتة العموتة طبعا معروف بالنسبة للجماهير المغربية النهاردة يعتبر أول مباراة مع هذا المنتخب وبصراحة كانت حفل تجارب وحفل تعارف في هذه المباراة وكان اختيار شجاع واختيار يعني يحسب ليه الجماعة المغربية اختيار منتخب السنغال منتخب السنغال يا جماعة منتخب قوي جدا 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 في كل الفئات الشبانية شفنا النهاردة سيطرة بالطول وبالعرض من المنتخب السنغالي على المباراة في الأراضي المغربية وداخل ملعب المغرب قدر منتخب السنغالي يسيطر على المباراة من أولها لآخرة وخاصة في الشوت التاني طيب انت قلتلنا في أول الفيديو نزعل وفي نفس الوقت ما نزعلش آه من حقك تزعل لأن النتيجة كبيرة وتقيلة وعلى أرضك ووسط جمهورك واعتقد النتيجة لا تليق أبدا بالجمهور المغربي والمنتخب المغربي لكن المنتخب السنغالي يستحق بكل صراحة قدر يستحوز على المباراة عنده جماعية في الأداء عنده مهارات فردية عنده قوة بدنية عنده نجاعة تهديفية وعنده نجوم محترفة في الدوريات الأوروبية من حقك تزعل وفي نفس الوقت من حقك ما تزعلش ما تزعلش ليه؟ لأن دي تجارب والمدرب لسه بتعرف على اللاعبة ولسه بيشوف طريقة اللعب المناسبة اللي هتناسب المنتخب الأوليمبي في الفترة اللي جاية لسه بيعرف مين نقاط القوة ونقاط الضعف مين التشكيلة اللي يعتمد عليها في المباريات الرسمية عموتة النهاردة كان بيجرب وكان بيشوف وكان بصراحة فيه غلطات فردية من اللاعبين ليس للمدرب يعني زنب فيها كان فيه هدايا من مدافعين المنتخب المغربي إلى المنتخب السنغالي وبالتالي ما نزعلش لأن احنا بنجرب وبنشوف ودي مباراة وديها مباراة يعني مش رسمية وبالتالي بنجرب ونعرف احنا غلطاتنا فين ونعرف نقاط القوة فين ونعرف التشكيلة الاساسية اللي نقدر نلعب بيها في الفترة اللي جاية وان شاء الله منتخب المغرب هيقابل مرة تانية المنتخب السنغالي يوم احد القادم 25-09-2022 من وجهة نظري الشخصية مستحيل مستحيل تكون مباراة يوم الاحد بنفس السوق اللي شفناه النهاردة وبنفس العشوائية اللي شفناها النهاردة وايضا كمية التغييرات اللي حصلت في مباراة النهاردة لازم ما تحصلش في المباراة اللي جاية لازم يذاكر عموتة المباراة دي كويس جدا ويعرف التشكيلة المناسبة اللي يقدر يواجه بها المنتخب السنغالي القوي بصراحة منتخب السنغال قوي جدا يا جماعة ليقابل دانية وطول فارع وسرعة ومهارة وكل شيء يعني منتخب السنغال في كل فئاته نرفع له القبعة منتخب بسم الله ما شاء الله قوي جدا احنا اقوية برضو المغرب ومصر وتونس وكل والجزائر وكل المنتخبات العربية ولكن شوية تنظيم شوية اهتمام شوية ترتيب شوية يعني عزيمة واسرار شوية حماس شوية تركيز في الفترة اللي جاية ان شاء الله منتخب المغرب يقدر يفوز في المباراة التانية اللي هتكون يوم الاحد القادم قلولنا رأيكم في التعليقات على مباراة السنغال والمغرب اللي انتهت بفوز السنغال اربعة مقابل لاشيء وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته